دلوقتي خلينا نروح للندن صبح لها ونعرف منها أخبار التقس وكمان أسعار الدهب وأيضا العملات ويمكن كلنا ملاحظين لندن خفوة في درجات الحرارة صباح خير يا هدير صباح خير يا شازلي صباح خير عليك يا لندن مظبوط يا هدير في أجواء ربعية النهاردة والأجواء دي الحقيقة مستمرة معنا لحد نهاية الأسبوع إن شاء الله طب الحمد لله الحمد لله ضماننا سبعة أيام في الصيام كويسي بالضبط صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا انتبع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وهنبتدي كالعادة من الدولار الأمريكي والسعر البيع والشراء سعر البيع بيسجل 18.38 أما الشراء فبيسجل 18.28 اليورو البيع بيسجل 20.03 أما الشراء فبيسجل 19.91 الجنيه السليني البيع بيسجل 24.04 والشراء بيسجل 23.89 الفرانك السويسري البيع بيسجل 19.70 والشراء بيسجل 19.59 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.89 أما الشراء فسجل 2.87 الريال السعودي البيع سجل 4.90 أما الشراء فسجل 4.87 الدينار الكويتي البيع سجل 60.38 أما الشراء فسجل 59.97 والدرهم الإماراتي البيع سجل 5 والشراء سجل 4.97 وبالنسبة لأسعار الدهب فعيار 18 سجل 835 جنيه الجرام وعيار 21 سجل 975 جنيه الجرام وعيار 24 سجل 1114 وأخيرا الجنيه الدهب سجل 7800 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس لسه فيه انخفاض فيه درجات الحرارة والنهاردة الجو هيكون مائل للحرارة على القهرة الكبرى والوجه البحري وفيه شبورة مائية الصبحة على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية درجة الحرارة في القهرة النهاردة 29 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 21 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شفاية